اميسيون انبوسيبل بورهين بسايس السبعة وتسعة دقائق هذي اميسيون انبوسيبل حلقة الاربعة سبعتاش ماي الفين وتلاثة وعشرين حلقة تم تحت رعاية شمس واشعة شمس دافئة في تقص ربيعي جميل تلا نزول غيث نافع ان شاء الله يا ربي يرجع لنا بالبركة واكدنا انو الارض هذية ان شاء الله بقدة ربي دي ما تبقى مرعية برحمة السماء السلامة صاحبكم اينما كنتوا على الطريق تستعدوا للخروج للعمل للدراسة لنايل العلم داخل تونس او خارجها هذا فريق كبار المحللين من الكرانيكا هكا الكرانيكا يعطيوكم اهم المعلومات اهم التحليل اهم الاحداث اهم المعلومات الحصرية الغير مسبوقة وخاصة على يد الكرنك نجيب تزيري صباح الخير صباح خير برهين صباح خير لك بكل صباح خيرتون صباح خير يوطنين صادقين يارب الامل عليكو شدة فيك الوطني صادقوا لابسني السورية لابسها النوع هذة كاي هايتكلم هايتفضل هايتفضل سوريا شنية نحن الكرنكات انتا كرنك واحد وانت ثلاثة كرين كتاوة ما فانتي كرنك ايه ان شاء الله الامور لابس وان شاء الله فمك الخير ورب ان شاء الله يرحمنا فمني والله ويتوب علينا ويهدينا ويسترنا ربي يهديك صرت هو للخير 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 الكرنك الاشتراك الديمقراطي حسين العيادي بلونه الأبيض سباح الفل والياسمين والأزرق لا بيض والأزرق ايه تقرفنا طلعت المحيط تقرف ايه سباح الفل والياسمين للجميع سباح النور ربي توب عليك نجيب كذلك نجيب معك الدعوة هذي سباح الخيرو أستاذي سباح الخيرو ياسهر يعرفتها قريبا من القلب ونجيب شنوه بعيد من القلب ولا شنوه من العين كله كان كل احترام عرفته والتقدير الحمد لله ديما بالهدايا والتوبة أجمعين ها عندي دعاة توبة حتى نعم خاص لنجيب زيان ديني صباح الخير يا صباح البسك والعنبط يا أحلى صباح صباح الورد صباح المحبة صباح الصفاء صباح اليقين بأنه مهما كان ظروفنا اليوم صعيبة بإذن الله غدوة تونس باش تكون خير ثم تونس جديدة في انتني من رحم معاناتها قاعدة التولد ثم أجيال جديدة تحمل أمال كبيرة عن هالبلاد في انتني هذه وإن شاء الله كل من يسعى لها في الخير ربي يوفقه ويسدد على دروب الخير خطاه أمين يا رب العالمين نحن نمد يدينا ونتخيله نجيب في مرحلة قاعدة صغيرة هكي يقول اللهم أنت الملك ولا إله إلا أنت يا رب أنت ربي وأنا عبدك يا رب ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر ذنوبي جميعها ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعها إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أهدني لأحسن الأخلاق اللهم أهدني لأحسن الأخلاق لا يهدى لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك إن بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك اللهم أن يسألك الصبر الجميل والحظ الجميل اللهم أن يسألك اللطفة الظاهرة واللطفة الخفي اللهم أن يسألك الرضا بالقضاء والقدر وأسألك اليقين بإجابة الدعاء وأسألك من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم هب لنا من توفيقك ما يبلغنا غاياتنا يا رب مستقبلنا بين يديك وأنت تسهل الصعب هب لنا تيسيرا وتوفيقا يفرحنا اللهم أني فوضت أمري كله إليك لا ملجأ ولا منجي منك إلا إليك اللهم أمين يا رب العالمين من دقيقة اميسيو امبوسيبل من اللي أنا قلت 13 وهي داخل التول 14 الدكتور مهر عباس نجيب يسألك على نوع السورية قال لك هذي من نوع تومي صادق ولا رالف الوطني هذي هه ترى يا بعد بربي بربي بعد الفيستا نجيب بعد الفيستا خنشوف النوع خلني خضم الله يا لا لا بعد الفيستا خلني خضم الله خلني خنفة مزادة وش لا لا بدنا من رأي من أغلى ما فمه شاسمة هذيك لا من أغلى ما فمه يا لويسويتون آه لوييويتون مقاديه لويويتون بربي نسأل يا دكتور مهر كايك تسمع فيها قل لي لويويتون قدي تعمل السورية خلني نحكيه عليها جيهان تعطي لفوت رفيك اهو جيت لي المعلومة منش فلتك اليوم جاي بسواني وتزيد والشعب المسحوق لا ويحب لسيدة ما تخلصش البارح واللسيدة ركبو طارد من لسيدة اتى وقلك جيت لي مية وخمسين رسالة على حكاية ما تخلصوهمش يلا جيهان لفوت رفيك 18 دقيقة كونجرس اللوردات اليوم مع بيبل اخبار محكمة الاستئناف تقضي بالترفية في عقوبة صحف خليفة القاسمي صحف براديو موزايك من سنة سجنا الى خمسة سنوات كاملة تشكون معنا عبر الهاتف محاميتو الرحال جلالي محاميه محاميه الاستاذ رحال جلالي شخصيات جمعيات يهودية في اوروبا هكا في الجو طوى عندهم مؤتمر الجمعيات اليهودية الاوروبية في بورتوغال في بورتو فم حملة كبيرة تستهدف رئيس الجمهورية بعد تصريحات في اريانا خنشوفوا شنية القصة كيفاه رئيس الجمهورية يحكيه على اليهود تونس لكن قال هناك من يموت في غزة ولا احد يتكلم دعوة لمقاطعة تونس بناء كالعادة على القول بان النظام في تونس معادي لليهود معادي للسامية البارح في كونفرانس دي بريس هيئة الدفاع على صحب يعتيك تقول انه بش يدخل في اضراب جوع وحش ولن يتراجع عنه الحدث ايضا وزارة شون الدينية البارح تحكي على التسعير بتاع الحج السناء الحج يا جماعة الخير يتكلف تسعتاشن مليون واربعمية ويقول هذي الوزير شون الدينية بفضل تدقه رئيس الجمهورية علاش على خاطر كان بش يكون في حدود واحد وعشرين مليون وستمية ولا قديه ولا هبطل تسعتاشن مليون واربعمية باون تكلموا ارقام كبيرة بالنسبة لنا هنا في البلاتو احد كي نجيب ايه موش الارقام هذي باو تسعتاشن مليون واربعمية حاجة واكو تشوفوا السورية ترا وريني السورية سورية لوي فتان تاع نجيب قديه قديه ثمانمية وسبعين اورو ثمانمية وسبعين اورو وتسععمية وخمسين اورو يعني يحسب بفلوس تونس قديه زياد نحكيه زوج مليون واربعمية زوج مليون وخمسمية ونحكيه على ثلاث مليون تقريبا اي حق اه عرفت السورية تعملوا تول نجيب تلبس فيها من هكا تلبس فيها بربعة ملايين سوريا 850 نورو وطالب بحجب الشهاري بتاع المربيين خطر طالبوا بحقوقهم وبعد تقولوا وتصيح وتعيتوا تعني اعطيتني فرصة مش نشكر السيد المودي لام حمد سويح لاني امتى جتني سوريا ذي نهار واحد ما بصيفتي عامل مثيلي عندي عامل في ليفم غيبت حط نهار اكدو هذي عيد العمال العالمي هذي هاي المدير العام ويعطيه الصحة وبرك الله ونهي نحلل في فليساتي فليساتك تلبس في سوريا تستزفيا العباد العباد تجيه ادارك ليفم ارتأت تلبس دي نقول هذي هوايتك انت راو طه نزيده نتأكدو منها هذي لا ما زيفش الحقيقة عامل لا اخي مدير العامل عليش فن عامل لا ينوب عليك عامل ما يسمى بين العباد تخدم معه في الواحد عليهم علي مش زياد علي مش زياد عيد العمال يجيه عيد العمال يجيه اي خاطرين عندي يزود وعيد يجيه عمال عديتهم ليدي يلا كونغرس الوردات محكمة الاستيناف تقضي البارح في خبر تقريبا شكل صدبة بالنسبة للساحة الاعلامية تقريبا كما وصفت ونقابة الصحفيين هذي ارفع حكم في تاريخ في تاريخ الاحكام الصادرة في حق صحفيين في تونس ايه من الاستقلال خمس سنوات خمس سنوات من الاستقلال يمن يحاكم اي صحفي على عمل صحفي اكثر من خمس ساعات هذا الحجم من السنوات اه علق لي معلق لي شنين الحكاية مل 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 شوف الاحكاية تتعلق بنشر خبر في فترة سابقة عنده اكثر من عامين تم نشر خبر حاول عملية ايقاف عنصر تكفيري تم التخبير عليه في الاذاة الشقيقة وصديقة موزيكة فهم عن طريق الصحفي خليفة الجسمي اللي اخبر انه في ولاية القرون تم القبض على عنصر تكفيري الاخوة في الامن او وزارة الداخلية اعتبرت هناك اختراق لاجه هذيتها كيفاش يتم نشر هذه المعلومة وقت دي ما خرجتش بلق فاعتبرت انه هناك اختراق ومشات لعملية الضغط على الصحفي من اجل الكشف على المصادر وتم ايحالته على قانون الارهاب وهو صحفي مش تعرف ان الاختراقات والتجاوزات الكبيرة والعقلية الخايبة اللي مشينفاها وعملية التبرير ساعات اللي نسمعوها يجي نتفقوا على حاجة توانسة يحبوا على صحافة تقدم لهم معلومة لتحميهم من استبداد السلطة والانحرافات وليحبوا على ابواق دعاية تنضبط لما تقوله السلطة وتحكينهم اللي يحبوا هنا ما اقول لك المسألة تكمن في التفاصيل لحكاية مرتبطة بقانون يعرفوه الناس كل اللي هو ممنوع عليك اثناء عملية ارهابية جارية انكتعاتي انتهت عملية انتهت هي عملية ايقاف لعنصر تكيل لا هي لبحث عن عناصر اخرى ولا هي عملية استهدافها خالية ولا شيء هي عملية ايقاف عنصر مفتش عنه ولكن ولكن الرواية الرواية الامنية قبل الرواية القضائية اللي تم على اساسها الايحالة يقول لك تسريب الخبر بتاع الايقاف هذية من شأنه بشي يوقف عملية هوتا قول لك شديه متواصلة وهي القبض على بقية افراد الشبكة لكن هبط نجيب تزيري رو سيد شد وانا وانا قاعد متحفظ على خبر شدان نجيب تزيري حاشتي بشي نشد الشبكة اللي فيها زياد اللي فيها حسان خطر حسان بشي يسمع نجيب تشد من وسائل الاعلام اوب الشبكة ستذوب في الفضاء زياد كيف يتعلق وباجاز وبيش نرجع لك راو في تعليقك الاكثر عمق في المسألة هذية خطر عندي المحامي نحتاج لشوي وقت خلي برا بعد خنشوف الاستاذ رحال ايه الاستاذ رحال محامي الصحو في خليفة القاسمي صباح النور استاذ رحال جلالي صباح خير برهان صباح خير نجيب صباح خير بيار صباح خير لكل غريق العامل مستمعي صباح حال كيف تلقيتوا البارح لحكم محكمة الاستئناف كنتوا موجودين غديكة اه اه ترافعتوا خليفة حضر في المحاكمة اه كنتوا تنتظروا انو الحكم بشي تيح ولا بالضبط احكينا كيف تلقيتم مبدئياً هذا الحكم البارح لا الحقيقة هو خبر معناه صادم معناه انا انا اتلاقيت الخبر مانيش محتم اه باب اتنقلت مباشرة اني محتم باش نتبك يعني ما كنتش ننتظر حتى الاطرار بحكم الانتباعي اللي هو ابقاء على عام سيجي ما كنتش ننتظر فعالة احنا نسيه في القرارات القضائية باعتبار على الدخالة فتل احكم القانون قرارات القضائية باعتبارها استيخوا اقل ما رعنا الا انه نصدمه بقرار قضائي خمسة سيجن هي العقوبة الاقصر منصوص عليها في القانون وانه اول واحد يحاكم من اجل هذه التعمل من القانون الجوخ مستوى معنا عنا عائدين من سوريا من بوار التوتر ومع طرفين مخلاص خمسة سيجن معنا خريفة جسمية خمسة سيجن ومن يزايد على خريفة جسمية الوطنيتو في مكتاحة الارياب وهنا الاشكال الاشكال انه نحاكم ناس تبقى لقانون الارياب هما اكثر ناس يتبقى لقانون الارياب نعم وهنا الاشكال خطر المسألة احدثت مرارة في قلبنا احنا كايدي في جلب خليفة جسمية عائدة نعم خليفة جسمية لم يتخلف على اي جلس بما فيهم جلسة الاخر مرة بتاع الستينيف طبعا طبعا يعني فيهم جلسة المرافعات جلسة 15 ماي حضرها وبراس المرافع مرفو وقبل بكل الملحوظات معنا الواقعية والقانونية رئيس دارة محترمة نعم الا انه من الحقيقة لم نفهم بعد معناها من هذا اخذ هذا القرار استاذ رحال بالضبط للسيد المستمعين بناءا على شنية تهمتوا خليفة بالضبط اللي اخذي عليها خمسة شنية في الاستينيف الفصل القانوني يا استاذ من فضلك هو خليفة وجهة لمجموعة تصول الفصل الاول والفصل الاربين والفصل اتين وستين من قانون عدد ستة عشرين لسنة تتين واخنوة عشر المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الامويل فالفصل تتين المجلة الجزائية بما يفيد المشاركة في تعمل افشاء معطيات لها علاقة بعمليات اعتراض وتنصتها تستعمال وسائل تحركات هذا هو العقيم أنا أقول سمه دو اللي تهمن عن في الموجر لنه إن دنتكم لأحكام القضائية حتى قرار حكم التحقيق بصرد دائرة التهيام والمحكمة الجزائية الأولى والمحكمة للسنة إن دنوا على رواية بحث البداية شكور البحث البداية هو من ينجذ البحث الاول؟ من ينجذ البحث الاولي هو الترك الاول في انتلاك وبشارك العملية اللي يحكيهها نذكروا بربي يصير حال العملية هذية متعلقة بإيقاف أحد التكفيريين في منطقة القيروين هكا هو بيموجه تعالى القاعدة الوحدة الوطنية لأبعاث بإبحاثة جراء من إرهاب بالإدارة العمل للحرس الوطني ببحث عدلي بناء على تعليمات النيابة العومية بقتل قضايا لمكافحة الإرهاب بخصوص شوه بخصوص خالية إرهابية تعتزموا القيام بعملات إرهابية بالدليل التونسي حسب ما أحكيهما وعلى إسري تقدم سير الأرحاب فيها بأتي مدى وسائل تحرير خاصة معتمدة أمكن لأعوان هذه الوحدة ضبط مجموعة من تلك الخليق بالتنفيقي مع مصحة التوقي من الرياضة الموجودة في جهة الحارة والذي كان يشرف عليه الموقوف الآخر في علاقة في القضية السائفية بوقته رئيس مركز بالمصحة والذي هو محكوم بعشر سنين والاستئناف خلاله العشر سنين فيناها رائد في بثلاث سنوات سجن السنة في الحكم خداع عشر سنين اللي هي الوقوبة القصوى لو احنا نحكيهما على خليفة بنقش الحرس وبنقش معلاء الجدين نحكيه فعلا الطرف الإخر باعتباره عوانا أصبع خير أستاذ يا أستاذ صباح النور صباح النور أستاذ في مرفعاتكم أستاذ تمسكتم أن خليفة ما يتعدش على قانون الإرهاب أو تمستكم بتطبيق المي وخمستاش من مرسوم الصحافة في المرفع في المرفع بتاعكم انتم التمسك بتاعكم يا هل ترى لأن العملية ارتأت وزارة الداخلية اللي هذا في شيء سربت عملية إرهابية تعدت له مشاركة مع الرائد اللي هو مسؤول على الإرهاب في القروة مع أنت في المرفع بتاعكم انتم تمسكتم أنه ليس بشريك والعملية هذه ما كانتش وراها غاية مع أنتش يخرجوا معلومة إرهابية أو تمسكتم لأنه صحفية تعد على المي وخمستاشر شو أفناجم favorite احنا ليمكن التمسك بالمرسوم في علاقة بالقانون الاستثناء اللي هو قانون الاستثناء وقانون خاص ويمتص معناها كل القوانين والمراسيم والأوامل يعني like نحكيه عن قانون الهيف عن قانون الاستثناء لا مش نحكيه عن قوانين الخاصة لأنه قانون استثناء حتى الإجرائيات اللي فيه إجرائيات استثنائية معناها معناها depressing في المجلة مجلة إجرائيات جزائية في جراءة من الحق العام يوقف الشخصة معناها 48. هذه المشكلة اصداد انا عاليش سامتكس سوال يا استاذ يا استاذ. يا استاذ. هذه هي المشكلة الحقيقية لخليفة الجسم. اذا كان يتعدى على قانون الارهاب. الحكم شبه منطقي. اذا كان يمشي ال 115 لانو صحاف. اذا كان يمشي ال 115. مش اي شخص معناها اه. لحظة سمحني يا استاذ مش قص عليك لكن في قانون الارهاب نفسه. اي. في قانون مكافحة الارهاب وغزمن غزل الاموال. يستثنى الصحفيون ويحاكمون على المرسوم 115. وموجود في خلال الارهاب. موجود. في الفصل 37. مو انا يمكنني ان يتصر معناها مش اه. في الفصل 37 من القانون يستثنى الصحفيون. يستثنى الاطباء. الفصل الفصل 11 من المرسوم. المتعلق بحريك الصحافة والتباعة والنصر. اي. واللي يكون تكون مصادر الصحفي عندها قيامه دي. قيامه دي نهاني ومصادر. كل الاشخاص الذين يساهمون في اعداد الندر اعلامية. محمين. ولا يمكن اعتذاء على سريت هذه المصادر. سواء مباشرة او غير مباشرة. الا اذا كان ذلك مبررا. بدافع الملح من دوافع عن الدولة او الدفاع الوطني. وخضع لرقابة القضاء. فصل 11 من المرسومة يا وخمستاش يا استاذنا يقول هذا. ويقول انه تلاثة شروط الاساسية. انه واذن قضائي. اثبات عدم القدرة على الحصول على تلك المعلومة الا عن طريق الصحفي. وانه يكون المعلومة تمس بالسلامة. انه توي لزي ما انت تاخد وتوي. لكن هنا اللي خلات تقدم معرفته. حابت ثبت معها. اروا في مجلة او قانون مكافحة الارهاب بتاع 2015 لصدق علي البرلمان القديم. اه. في الفصل سبعة وثلاثين يتم استثناء استثناء من احكام المجلة. اه. الصحفيين والاطباء. والمحامين. والمحامين. والوالدين والزوجة والابناء. به. اه استاذ رحال تقعد معايا اه تعقب على تدخلات الاولاد الهناي في البلاتو. جوست بعد ما نسمع نشرة الاخبار ونرجع. المحامن. غات assurance. غات assurance. غات assurance. غات assurance. غات assurance. partenaire de votre sécurité routière 34 دقيقة ما زلنا الناقش في الحكم اللي تم إصدارو على الصحف براديو موزايق خليفة الجاسمي خمسة سنوات سجن الاستئناف معايا سيرحال جلالي محمي سيرحال وضعية خليفة الان كيفاه بيش تعقبوا لإندراد تعقيب يوقف للتنفيذ مهدد في حوريته الان خليفة الجاسمي شنوين تعملوا شنية الإجراءات بيش تعملوها طبعا هو سوى احنا اماننا ان بيش نقدمه في الاثناء معناه مطلب في مصلة التعقيد وفي الاثناء ايضا بيش نقدمه مطلب في إيقاف تنفيذ هذه العقوبة باعتبار وأن التعقيد لا يوقف تنفيذ الأحكام السادة عن محاكة الاستئناف في خصوص المادة الجزائية نعم نعم واضح استاذ رحال هذه كانت بسطة بسطة قانونية في الحقيقة بخصوص القضية عندك شي حاجة اخرى ما تقولها سي رحال هو هو برهان كلمة اخيرة اراوة مش الوضف والأمور ورو مش بالضرورة أنه يتنسك بالمرسوم معناها ما يجل مش يمشي على أحكام قانون الارهاب ومش يمشي مش معناها يبدأ يمشي على قانون الارهاب معناها اراوة 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 معناها خاض على العقوبة الارهابية اراوة منو حاكم الارهابيين أولا إذا توفر الادافعة الارهابية معناها انه الجريمة الارهابية هي جريمة قصدية بحثة معناها الدفاع الارهابية موش متوفر في جانب خليفة باعتباره خليفة عادة لما ينقل انجازات ويسمى انجازات بفواية العملية رو حتى السيد درعون الامن الموقوف معه روان دخل مستشن عام معناها خدمة في مكافحة الجريمة الارهابية رو ما نحكيه على الناس معناها منجموش نزاود عليها في وطنياتنا او في مكافحاتنا لجريمة الارهابية المكافحة الجلالية العربية رغم مش مزيدة حد ولا هي مسؤولية حد رغم مسؤولية مشتركة متع قضاة متع محامين متع صحفين ومتع الشعب يرتقى انه يعرف انه الشي هذا يمس من امن واستقرار ليه واضح استاذ رحال جلالي محامي صحف خليفة القاسمي شكرا جزيلا لك نجيب اعطيني التعليق وبعد نعطي الزيب باش السادة المستمعين يفهموا الوضعية فما خالية احد قياداتها باش تم ايقافه في وليت القروين تم وقفه واحد القايد بتاع فرقة الارهاب في القروين طلب خليفة القاسمي قالوا يا خليفة روا وقفنا فلين لفلين ارهابي خليفة القاسمي يخدم فيه ذاعة حبط فيه الاذاعة را ووقفه فلين لفلين سابق صحفين من بعد باحث البداية ارتقى اللي اللي هنا خرج معلومة على العملية الارهابية كنت نجم تقدي باش يكملو تم ايقاف بقية الخلية الارهابية توقعين توقعين عطيني السحيح انتي توقعين كل ايراني نديما نجيب المعلومة الضرر هذا حصل لوقت لهبطة المعلومة الشبكة هربطة؟ بورهين تبعتشي قصة خليط القروين هذي انتي تبعتها قصة خليط القروين بعد ما هبطت الخبر اللي على اساسه يتحاكم خليفة وقت العاية والخليفة قالوا من يجبت انتي يا خليفة الخبر اللي العملية صارت وكذا فهمني لانه ينجم يكونوا الارهابية الاخرين هرب وعملين هرب لا لا واقعين 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 تبعتها انتي تبعتها بالبيت معنى الشبكة هذيك فشلت عملية بقيت التنصد شدوا واحد وبقيت التنصد فكي خرجت المعلومة ما كملوش العملية على ذاك هي شكون شكون ثارها القضية شكون ثارها ثارها هذا البوليسية ثارها معنى فرقة مكافحة الارهابية ثارت القضية وهذا هو رئيس الفرقة بتاع القروين المحقوب كعايته الخليفة الجسم يقولون انتي مين جمت المعلومة قالهم رأوا مرايد فلين فلين بالتليفونة وكذا تبينه لو اعطاه المعلومة معنى هينجم الخليفة الجسم على حص النية ويحب يعطي صورة جيدة للمشعة الامنية استعملوه ما استعملوه بحص النية بسوء نية النتيجة اللي العملية الارهابية ما زالت متواصلة وخرجت المعلومة هي النتيجة لا لهنية المشكلة بورهين باش في نقابة الصحفيين ناس معفاها وحقوقيين ورابطة وغير وكذا هاو المشكلة وين المشكلة كيفاش ومقدهم المرة يقول هزيلين النظال كيفاش الصحفيين يتعدوا على المية وخمستاش ما انت هيلزم نقابة الصحفيين والحقوقيين يعملوا تكوين يعملوا تكوين في المية وخمستاش يعملوا تكوين يعملوا تكوين للمحامين للمية وخمستاش للمحامين المحامين لانه في الفترة بتاع ناجل بغوري كنت تفم المسألة هذه وبعد تعطلت معناتها المحامين غايب عليهم قصة انه هي غايب عليهم اليوم كنسمعوا هي غايب عليهم ماذي حقيقة هي غايب عليهم هي غايب عليهم ما يلزم نوضحوا الامور هي غايب عليهم لهنا يدخل القاضي ارتقاء اللي خليفة الجسمي موش بحسنين اعطاء الحكم الاقصى لانه شريك في العملية ذي والبوليس تحكم مرة ده بعشر اسنين احكام عادية في تقديرك بالنسبة ليك احكام هذا القانون حان اظلم ناجل تبديله هذا القانون هذا القانون ناجي بتزيري هذا قالك هذا القانون زياد كيف تعلق ايه شوف انا بجنحكي في طال القانون ايه رغم تضامني كامل مع زميلي خليفة الجاسبي وقراءتي تقول لي ان احنا امام حالة تعصف وامام حكم قضائي ترهيبي المقصود منه التخويف او خدمة الاجندة متاع التخويف قل لي علاش علاش وهو بش نحكي فيني بيكون البساطة الوقايع مثل ما تمت نحنا عنا اجتماع في انتي تحرير جانا زمينا في انتي سيحسان العيادي قال فوقتي شباب راو عندي خبر البارحة وطم احباط عملية ارهابية فيني في القروات سيحسان مني لك لخبر هذا قال راو المصدر متاعي راو رئيس الوحدة متاع مكافحة الارهابيد والرائد فلان اللي هو قاد العملية بتاع الابطالة ذي ورأوا واتصلت به في انتي بالتاليفون واكد لي بالفعل اللي هما رام ابطلوها العملية ذوك انا عندي خبر من مصدر موثوق به جاي من عند صحافي اللي هو موثوق به نجو نحن في البلاتو سيتانسكوب بالنسبة لينا نوجهوا التحية فيني قواتنا الامنية والحرص الوطني في قروب بفاعة الارهاب التي نجحت امس في احباط فنتي عملية فنتي ارهابية ان بعد لقدر الله يعايته لسيحسان في الحرص سيحسان اللي اخبر هذي ما انت الهبطوا انا الهبطوا منين ليك لا الاخبار بتاعي صحيح ولا غلط كان الاخبار بتاعي فنتي غلط تفضل حاسبني كان الاخبار بتاعي فنتي صحيح ما عندكش الحق باش تعرف المصدر بتاعي هذي حاسب القانوني طبعا هاني جايك صحوفي محمي هاني جايك باش يقولوا لا يا بابا ماكش انت اللي يتحدد ارانا نحن اللي يتحد واذا يقار بتاع ارهاب يقول له ما صحيح ام يقول له ما نحب نذكركم اللي في الفصل بتاع القانون متاع 37 بتاع قانون الارهاب يقول اللي هو اه راه يعد مرتكب لجريبة الهبية ويعاقب سجر بن عامل خمسة عوية بلا خطيره كل من يمتنع ولو كان خاضي عن السر المهني على السلط ذات النظر كل من يمتنع ولو خاضي على السر المهني على علام السلط ذات النظر حالا بما امكن ان يرتل عليه من افعال وبلغ اليه من معلومات او ارشادات حول احد الجرارة من الهبية لكن شنوه يقول له ما يستثنى من ذلك الوالدان والابناء والقارين المحامون والطباء الصحفيون وفقا لأحكاب المرسوم عدد مية وخمستاش يقول له القانون والمرسوم مية وخمستاش يقول في فصل 11 اللي راوا تكون مصادر الصحفي عند قيامه بمهام ومصادر كل الأشخاص الذين يساهمون في عدد البادة العالمية بحمية ولا يجوز كشفهما الا باذ القضائي اتفضل ولد القضائي عنده فلتي شروط ان هو يزم يمنع فلتي عملية ويكون اختير على الامر والدفاع الوطني كذا 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 اتفضل اذا كان انت تعطيني اذن قضائي انا هاتوا فلتي نجاوبك يقول له يا بابا هاتوا وقت تليل تتولي تحكم انت نفض القانون هداي نحن اطوى هاتك تليفون فلتي فبتي الهناء ونعمل لك تليفون نرقاك على اتصال بالرأي يقول له وراني نبه هك الحاجة يقول له طوى تحل التليفون فلتي بتاعك يقول له وراني نبه هك الحاجة رأوا حسب المرسوم مية وخمستاش الفصل اربعتاش راك اتعرض نفسك اذا كان بيشتاخذ البصدر بتاعي بتكشفني بصدر افني بالقوة بدون انذ القضائي راك اتعرض نفسك لعقوبة المجل الجزائية الفصل مية وقمسة وعشرين لو عندك فاها عامين حبس يقول لك يتولي انت تحكم طبقوا القانون فبتي هذاك يفقولوا الوحدة بتاعه يطلعوا اسمسي الرايت راجل من اكفى الضباط متاعنا في الحرص الوطني راجل في كل عملية هو ورجاله يقرش وروحهم في كفهم يعنيش يروح الداره وصغيراته وانا فيدي مايرا وحش يجيبوا فبتي الاخر يعديوا لسل البحث متاعهم لاخر الاستعرف قال صحية حراني انا اللي اعطيته المعلومة وليه طم انتوا باعتبار تبت راي العام باعتبارها ولا باسوا لو عملية راي تمت الاخيري تتعرض الوكيل الجمهوري اش ماشي في ظنه السيد الصحافي هذائي اللي اسخايل روحوا عايش في دولة بتاع قانون مش في مزرعة مش في كوري يقول السيد وكيل الجمهورية اول ما بيش يقرأ البحاظر اللي جاتوا السادة هذوم اللي حطه في البحاظر متانعا ونحن رانهانا طلعناه بالتاليفون متاعه الكل بيش يحل فيهم القضية في ان يعدهم يبحثوا فيفاجأ اللي هو يعدوها على السيد حاكم التحقيق يبشي السيد حاكم التحقيق يقول له انت يا بابا راكم حال عندي على زوز فصول الفصل 32 مجالة الجزائية اللي هي المشاركة في انتي في الجريمة والفصل 62 من قانون الدرهاب يقول له شفيه الفصل 32 من المجالة الجزائية يقول poke 32 يقول له يعد some مشاركا الشخص الجريمة الشخص الذي يرشد الجريمة الشخص الذي رغم علمه بالمقصد المراد الحصول عليهم من الاتكاب الجريمة يساعد المجرم على الحصول على الأسلحة الشخص اللي رغم علمه أعان الفاعل بتاع الجريمة والشخص اللي عاون المجرمين بإخفاء المسروق فمتي إلى آخره يقول والفصل 62 يقول الفصل 62 يعاقب بالسجن مدة عشر عوام الأشخاص الذين يفشون في عمل إحدى المعلومات المتعلقة بعمليات الاعتراض والاختراق والمراقبة السمعية اللي هو الكامتا شوف اعتراض مع المعلومات بتاع القباش عمليات بتاع اعتراض أو اختراق أو مراقبة سمعية وبصرية معناها إنسان محتوط سوريكوت وانت تمشي تكشف تقول النص دقيق وواضح أو المعطيات المجمعة منها اللي خذيناها من لك لكوت هذيك ويزيد الفقرة الثانية يقول ويوعاقب بالسجن مدة خمس عوام بختي قدرة خمس آلاف دينار هذا اللي يتطبق على خليفة كل من يهدد طبع بعيا مليحة كل من يهدد بإفشاء أمر من الأمور اللي تم حصول عليها باستعمال طرق التحري الخاصة اللي قلنا عليه قبلها علاش يهدد علاش أنا عندي معلومات ونهدد أنا عندي معلومات اللي يترك تحت لكوت وكذا كل من يهدد بإفشاء أمر من الأمور اللي تم الحصول عليها باستعمال طرق التحري الخاصة علاش من أجل حملي شخصا على القيام بعمل أو الامتناع عن القيام به يا رسول الله يا أمة لا إله الله يا شعب الوطنيين والخاو أنا أقولي تحبين بطومتني كل أحق هدى أن تباطل فما تأويل فما تأويل يعدوها الشكور خاض علي التأويل ستيسية بسأتيك وجه تنظر الأخرى يعدوها وهو بشknowة لأ روحك بنقامها بسدعوة دعوا شاو تبعو الموليس ولا يخليف الجرس الدولة لزيزيا لنياب العمومية لا الحال فرقة الفرقة بتاع اليرها بعدها enseñ灣 هذا بسكายات اللي فم حاجة صايرة هذي لنا لازم تاك هاتي هاو كل يوم فم سبعة المخبار اسمعني يا جماعة خليوا عندكم توا المعطيات حذروا روحكم للمبارزة القانونية وماذا بيا ما نغرقوش فيها برشا نمشيوا للمبارزة السياسية في المسألة هذية طوو طوو مش نسكر القوس القاس اللي عداله سفتحي اليحياوي هذا يا اليوم عروف بالتشدد بتاعه أنا رأى أنه تعصف هل سبين جهناتيني لفوترافق تهام أقرت الفصول التعد عليها سوى الرأد سوى خليفة الجسم من بعد بشكل الديرة الجنائية اللي الديرة الجنائية فيها رئيس ومستشاري اللي هما حكمه بالحكم هذا معانتها هل هنا قانون معانتها راه رئيس الديرة الجنائية هي مش بالرأس وكاكة ومستعدة في خليفة الجسمة لأنه يعرف كي ما نسمع فيها لأسكيت أصوات الصحفية ومسارها الحكاية عنده طوى عام ونص عام ونص معتها ودوائر عديدة تعديت تعديت على حكم التحقيق ودائر ثلاثهم ما اجي نجيب تحب تقول لها فيها حتى غايات سياسية أو غايات تكليم هذي وجهة نظرك السيد الرئيس اللي عكم هاي طبق القانون طبق القانون اللي هنية تقولها النظم من أجل تغيير القانون نعطيك وذن يا نجيبها موجود القانون عش النظم من أجل تغيير عاند المية وخمستاش يا رب يا حسين يقول لك يلمحامين ما طالبوش بالمية وخمستاش نعمل لهم يا حسين يا حسين خوين ينوب عليكم يواصلوا نعطيك الكلمة حسين ليهنى راهو من قام بالدعوة راهو مش واحد يحكي راسيك اللي قام بالدعوة اش كون قام بالدعوة مع انت موش نياب وحد فما جيها أمنية شكت الحارس ايه جيها أمنية شكت الجيها أمنية شكت هذه قالت راهو خروج المعلومة هذه ضرت بالعملية اللي كنت نعمل فيها القضاء يتحرك ولا ما يتحركش ما يتحرك يتحرك القضاء هذا هو المصار الطبيعي لتحرك القضاء عليش نهزوا في فشلنا نحن ننبصو عن ناس أخرى نجيب هذية في العام لكن في الخاص وفي التدقيق عليش من حكم ابتدائي في سنة يتحول يستألاف في عشرة سنين اش معناها؟ معناها قاضي الابتدائي زاد الموعاش به الخطورة اللي تحكي عليها انت وكذا وواحد وحكم بعام ومع تأجيل كذا واختية ما هنا فجأة مشيت لهنا زياد الهين يقول لك والحسان يقول لك هذه سياسة ترهيب والدليل انها تعدت على جهة قضائية محتر ما زادها وشافت الفوصول وشافت باحث البيضاء وشافت كل شيء وشافت انه خليفة ما يستحقش اكثر من عام ياسيبو هين والترهيب زاد للراءة ده باهم يرحبوا في الصحافية باش معاتش يتكلموا والراءة بتاعها الراءة ماخو بالابتدائي عشرة سنين للسنة فقروا عشرة سنين لانو القانون ما يجمش يعطيها اكثر من ذلك نفس العمالي هذي ديره جناية ارتأت هذا الحكم قضائي بالقانون راهم ما ينجمش واحد يقول نحكم عليه باللعدة ما ينجمش لانو قدامهم فمش وصلتوا حكم باللعدة دير الجاسة ارتأت الحكم هذاي حسين شوف اه بيجاز اه بيجاز لا يعلق اغرقنا برشة في القانون لا مش في القانون الفصول القانوني بسبب ليعنا واضح الان الصحفين يستثنون من القانون الرهابي يمشون المية وخمسطاش المية وخمسطاش واضح ما نكشف مصادري الا بتوفر اذ القضائية تجيب لثلاث شروط المعلومة هذه متلاجمش تتحصل عليها الا من الصحافي المعلومة هذه تمس حاليا بالختر والمعلومة هذه تتعلق عرفتها بالثالف والله هنسيتو توقع نقراو فيه حطنا ذاك الاجنة اليوم نحن نشكالين اللي تنطلق منها الرواية هذي سردية الكل شنية انه تم احباط عملية امنية تتعلق بخالية ولا توفيس وصف شوفت المعطيات اللي قاعد تتوفر ومعطيات اللي قاعد تخارج من الواحد نقول له كان نحن نارد او نحاولوا نغيبوا الناس ونبيعولهم الوهم ايجا نبيعولهم الوهم وقلو لهم كون ولا وكمش يشدوا كل الارهابيين وخريف الجاس نشر الخبر الاعتقاد انو الاخبار كتنشر في الاذاعة شكو قال كمان الاعتقاد هاي الجهة الامنية تقول ايه راهل على المسلارية فازدق لي شدين شدين قريب ترهبية اذا كانت تعتبر انو الخلية الارهابية متواصلة تحكي تقاوم في الارهاب ومعنديكش معلومة انو هناك وسائل تواصل واتصال ما بين الخلية ما نحكيلكش على التاليفون وفهم الف حاجة وحاجة فاردان ما فهمش اتصال فاردانكي الخبر اخبط في الصحافة وقته وعلم اهلا وقت لتدخل الاجهز الامنية في صراع الداخلي في بعضها ومش قلت فلان فلان هذيك يتساويه في بعض لا الهديه حقيقي لا وزار داخلية وزارة واحدة يا راجل يا راجل اهديك ربي يا راجل اللي قوله في التراكل وقوله في الوجوه وقوله في الكواليس وقوله عند الناس كل وقت اليوم انا بعرفو انو اليوم الاشكالية الكبيرة الخليفة الجسمي والرائد المشاء مش لانهم احبطوا عملية ارهابية هناك نية الى تصفية حسابات داخل الوزارة جسم في بعضه عنده عارك قاعد يصفح حساباته اشكوري ادفع ثمنها الصحافيين بتي علت ماذا بتي علت اذن 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 حسان المسألة بعيدة لا عادة لا لا هناك تعطي انتي هذا التبرير والتفسير اللي موجود في ذهنك انتي حسان تعتبر عملية تصفية حسابات داخل اجنحة واجهزة داخل الداخلية بشايفها خليفة الجسمي والرائد حسب وجهة نظرك انتي اذن المسألة بعيدة كل البعض تلتقي هنا مع ناجيب في الخلاصة لا علاقة لها بالترهيب بحرية الاعلام والمسألة دي اذن الخلاصة الخلاصة فهم توجه من السلطة تفهم التوجه حادي من السلطة استهداف الصحافيين التضييق على الحريات تي وريتو هذا بكر تكلام تسمعتك وريتو سكيت الرافي في كل تفاصيل اليومية الرافي في عملية الترهيب الرافي في عملية التلفيق الرافي في كل تفاصيل الجامعية اليوم اليه سحابي تولس الرافي في حجب المعلومة الرافي في عملية300 تبعوك مستعد مع اسموك مع بورين بسيس على إيفام أحلى راديو